يبحث سعد عن قطعة أرض لبناء منزل له ولعائلته فوجد عروضا كثيرة كان من ضمنها أرض طولها 40 متر وعرضها 30 متر وأيضا أرض آخر أرض طولها 50 متر وعرضها 20 متر وكان لهم نفس سعر البيع 500 ألف ريال بمعنى الأرض الأولى سعرها 500 ألف ريال والأرض الثانية سعرها أيضا 500 ألف ريال السؤال أيهم أفضل؟ هل العرض الأول أفضل أم العرض الثاني أفضل؟ حتى أتعرف على أفضل العروض لابد أن أأتي بمساحة الأرض الأولى ثم مساحة الأرض الثانية ثم أقارم بين المساحتين يعني إذا كان لهم نفس السعر فأنا أبحث عن المساحة الأكبر إذن إذا أخذ الأرض الأولى أرض طولها 40 متر وعرضها 30 متر هذه الأرض الأولى لنأتي الآن بالمساحة المساحة تساوي الطول ضرب العرض إذن طول الأرض الأولى 40 متر إذن المساحة تساوي الطول 40 متر ضرب عرضها أيضا 30 متر إذن المساحة الأرض الأولى مساحة الأرض الأولى تساوي 40 ضرب 30 1200 متر مربع الآن لنأتي بمساحة الأرض الثانية أو العرض الثاني يتكلم عن طول 50 متر وعن عرض 20 متر فكم مساحة هذه الأرض إذن المساحة تساوي طول ضرب العرض هذه الأرض طولها 50 متر إذن المساحة تساوي 50 ضرب عرضها أيضا 20 متر إذن المساحة هنا تساوي 50 ضرب 20 1000 متر مربع عندي هذه الأرض مساحتها 1200 متر مربع وهذه الأرض مساحتها 1000 متر مربع أيهما أكبر مساحة الأرض الأولى أم الثانية سنجد أن مساحة الأرض الأولى هي أكبر 1200 متر مربع ولهم نفس السعر إذن هذا العرض هو العرض الأفضل الأرض الأولى التي طولها 40 متر وعرضها 30 متر وشكرا ترجمة نانسي قنقر